ما الذي فعله رابح ماجر أسطورة الكرة الجزائرية مع مدرب برشلون الجديد؟ الصحف الإسبانية تصف الفعل بأنه إهنة من رابح ماجر ضد هانز فليك وأسطورة الجزائر تسبب في خروج فليك من الملعب وهل سيعلق رابح ماجر أو هانز على تلك الواقعة في الأيام القادمة؟ الأسطورة الجزائرية رابح ماجر هو أحد أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم الجزائرية والعربية والإفريقية كانت له لقطة شهيرة مع الألماني هانز فليك مدرب برشلون الإسباني الجديد وهي لقطة من أهم وأشهر الأحداث في تاريخ دور أبطال أوروبا هانز فليك كان لعبا سابقا في صفوف فريق بايرني ميونيخ الألمانية اعتزل في سن مبكرة عن عمري 28 عاما بسبب الإصابة لكن خلال مشواره كلاعب كانت له لقطات مميزة مع الأسطورة الجزائرية رابح ماجر تسبب أسطورة كرة القدم الجزائرية والعربية والإفريقية ماجر في إهانة مدرب برشلون الجديد وذلك خلال مباراة تاريخية في إحدى المسابقات الأوروبية الكبيرة عندما كان الثنائي يؤديان داخل المستطيل الأخضر قبل اعتزالهما والاتجاه للتدريب تعرض هانز مدرب برشلون الجديد لإهانة من طرف رابح ماجر الذي سجل هدفا تاريخيا بالكعب أمام أعين اللاعب الألماني السابق والمدرب الحالية وكان ذلك في نهاي دور أبطال أوروبا الذي جمع بين فريق بورتو البرتغالي وبايرني ميونيخ في نهاي موسم 86 و87 فلك الذي كان لاعبا في خط الوسط وحمل دفاع عن ألوان قميص بايرني ميونيخ ما بين عامي 85 و1990 وتوج معه بستة ألقاب كلاعب وهي الدور الألماني أربع مرات وكأس ألمانيا في مناسبة واحدة وكأس السبر الألماني مرة واحدة أيضا ونشرت صحيفة موندو دوبرتيفو الكتالونية صورة يظهر فيها المدرب الألماني والأسطورة الجزائرية علقت عليها بقولها إن فليك ظهر في صورة لأحد أكثر الأهداف شهرة في تاريخ دور أبطال أوروبا عندما شارك أساسيا بالرقم السبعة مع ناديه بايرني ميونيخ في النهائية ضد بورتو وكان شاهدا على هدف ماجر بالكعبة حينها افتتح بايرني ميونيخ باب التسجيل في النهائي الذي أقيم في العاصمة النمسوية بينا عام 87 عن طريق الألماني لودبيغ في الدقيقة الخامسة والعشرين لكن الجزائري ربح ماجر عدل النتيجة لصالح فريقه بورتو في الدقيقة 79 عبر هدف تاريخي بالكعبة وقد حاول فليك أن يمنع دخول الكرة في الشباك بوقوفه أمام خط المرمى لكن حركة النجم الجزائري الشهيرة والجميلة جعلت وقوف فليك ذلك من دون معنى وهو يرى الكرة تدخل إلى مرمى وفي الدقيقة 81 تمكن بورتو البرتغالية من إضافة الهدف الثاني وهدف التتويج بلقب دور أبطال أوروبا عبر البرازيلية جواري جورج وبعدها بدقيقة واحدة وتحديدا في الدقيقة 82 قام مدرب بايرني ميونيخ بإخراج فليك من أرضية الملعب وتعويده بزميله الدنماركي لارسلوندي ورغم خيبة عدم تتويجه بلقب دور أبطال أوروبا وهو لاعب نجح في تحقيق ذلك وهو مدرب برفقة بايرني ميونيخ وسيسعى مدرب برشلون الجديد فليك لتحقيق نفس الإنجاز في تجربته الجديدة مع الفريق الكتالوني